برنامج صيف بخى 2023 الذي ينظمه نادي بخى الرياضي الثقافي يشهد اقبالا كبيرا من جميع الفئات العمرية والنوعية يتضمن هذا البرنامج مجموعة متنوعة من الورش والفعاليات التعليمية والترفيهية والثقافية والرياضية بهدف استثمار اوقات الفراغ وتنمية المهارات المختلفة ركزنا في هذا الصيف في المجالات معينة حولنا ننوع في المجالات مجالات الانمية، مجالات الرياضية، ثقافية، التقانة فكانت الانشطة تنوعت في المجالات وطبعا أيضا بالشراكة ركزنا في هذا الصيف على الشراكات على سبيل المثال النشاط الرياضي وكرة القدام كانت الشراكة مع أكاديمية الحبسية لكرة القدام كما يشمل تعليم فنون التايكواندو لتعزيز مهارات الدفاع عن النفس وحصصا تدريبية لتعليم السباحة للمبتدئين وبرنامج لتدريبات كرة القدم تم تقسيمه على عدة أسابيع كما شمل على رياضة الدراجات الهوائية لتعليم المشاركين على قيادتها بشكل صحيح وطرق السلامة في الأماكن العامة حصلنا مجموعة شباب ناشئين لرياضة الدراجات الهوائية مستقبلا والحمد لله اشتغلنا معهم لمدة سبوعين والحمد لله اكتشفنا خامات طيبة وجيدة متأمل إن شاء الله من إدارة النادي أن يهتموا بهذه الخامات مستقبلا بالاستمرار في التمارين البرنامج تضمن أيضا فعالية مميزة هي معسكر الشباب لتنظيف حوض ميناء بخاء بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة هذا المعسكر يساهم في بناء الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الشباب مع تعزيز قيم العمل الجماعي والحفاظ على البيئة المحيطة هدف من هذا المشروع هو الطرق على محورين أساسيين وهو الاستشعار الجانب التطوعي لدى أبناء عمان وتلك الشعيرة التطوع في أبناء عمان شعيرة قديمة وما هو اليوم إلا رسالة لأفراد المجتمع وللجميع على بذل والتطوع لخدمة المجتمع المحلي إن برنامج صيف بخاء يعكس التنوع والتمييز في تقديمه لتجربة مثرية وشيقة للمشاركين مساهما في بناء جيل متعلم وواعي من خلال البرامج المتعددة والمثيرة التي يقدمها صيف بخاء لهذا العام تضمن العديد من الأنشطة المتنوعة منها الرياضية والثقافية والفنية والتعليمية كما ضم أيضا المعسكر الشبابي لتنظيف ميناء بخاء من محافظة مسندا بولاية بخاء عقيل بن عماد الكمالي